السلام عليكم وصفتنا النهاردة هي مهلبية الفراولة طعمها جميل جدا مميزة جدا وكمان شكلها حلو جدا وتنفع كمان كحلويات لرمضان اول حاجة في حل على النهار هنحط في الحل دي حوالي نص كيلو من الفراولة او اقل شوية وهنضيف على الفراولة نص كباية من السكر ونقلب السكر مع الفراولة بعد كده نضيف على الفراولة نص كباية من المية ونسيب الفراولة تغلي هي والمية وانا بشتغل على نار متوسطة نسيب الفراولة لحد ما تغلي وتطرى خالص بعد كده عندنا خيارين لاما نجيب الهند بلندر ونطحنها وهي في الحلة بالشكل ده بس طبعا نطفي النار الاول لاما نسيبها تغلي وننقلها للخلاط العادي ونضربها فيه ولازم الفراولة تكون نعمة جدا يعني ما فيهاش اي تكتلات نهائي بعد كده هنسيب الفراولة على النار لحد ما تغلي وقوامها يتقل شوية بعد ما الفراولة تغلي يعني يا دوب خمس دقايق نضيف عليها لتر من الحليب او من اللبن ونسيب بالحليب يغلي مع الفراولة مرة تانية وطبعا بعد كل خطوة بنقلبها تقلبتين كده بالمعلقة ودلوقتي هنزبط السكر هنشوف اذا كانت محتاجة سكر نزود واذا كانت مش محتاجة نسيبها كده زي ما هي دلوقتي هنقلبها مرة تانية ونسيب اللبن يغلي واول ما يغلي هنجيب نص كباية من المية وهنضيف على المية دي ست معالق كبار من النشا او على الاقل خالص خمس معالق كبار من النشا وندوب النشا مع المية كويس جدا بعد كده نصب خليط النشا على خليط الحليب مع الفراولة ونقلبه كويس جدا بالمضرب اليدوي وفيه خطوة اختيارية جدا وهي اضافة لون طعام احمر على الخليط ده لو عايزين اللون بتاعه يكون احمر جدا ضيفوا اللون ولو مش عايزين ممكن تستغنوا عن الخطوة دي بس المهلبية هيكون لونها احمر خفيف شوية ونفضل نقلب في الخليط ده باستمرار لحد ما قوام المهلبية يتقل ويكون بالشكل ده بعد كده نصبها في اطباق او كبايات على طول وبعد ما نصبها هنسيبها على الرخامة تبرد خالص بعد كده ممكن نزينها بالفراولة من فوق لازم تتكون طبقة على وش المهلبية بالشكل ده عشان ما نحط الفراولة عليها من فوق الفراولة ما تسقطش التحت بعد كده ندخلها التلاجة لمدة اربع ساعات لحد ما تبرد خالص ولو مستعجلين دخلوها الفريزر لمدة ساعة واحدة فقط وفي طريقة تانية للتقديم اننا نقلبها على طبق بالشكل ده وممكن تتزين بالزبادي من فوق نجيب كباية زبادي ونقلبها كويس جدا بشوكة عشان الزبادي يكون سيل بعد كده نصب شوية من الزبادي على مهلبية الفراولة كده من فوق ونحط عليها من فوق فراولوية او قطعة من الفراولة وبالهنة والشفة مقدما وكل عام وانتم بخير اشتركوا في القناة